انتهى العداد وبدأت واشنطن بتنفيذ حزمة عقوباتها على ايران الاكثر صرامة كما وصفها ترامب ولعل الصرامة الامريكية تبدأ من تهديد ووعيد لكل دولة تحاول كسر الطوق الاقتصادي الخانق الذي بدأ مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ثم فرضها عقوبات مجدولة استهدفت النفط بالشكل الاساس استهدفت النفط بالدرجة الاساس ثم الشركات والمصارف الممولة للحرس الثورية الرئيس الامريكي خير ايران بين التخلي عن ما وصفه بنهجها العدائي او مواجهة كارثة اقتصادية وهذه الكارثة تعني استمرار نزيف العملة الايرانية بشكل اكبر حتى وصلت الى ادنى مستوياتها امام الدولار مع تفاقم المعضلات الاقتصادية في البلاد وهو ما يشير بشكل او اخر ان ادارة ترامب تضغط على برميل بارود يوشيك ان ينفجر في الداخل الايراني وزارة الخزانة الامريكية قالت ان طهران استغلت النظام المالي العالمي لتمويل حلفائها الارهابيين وتعني بذلك اذرعها في المنطقة بدءا من العراق وسوريا ولبنان ثم خنجرها المطل على البحر الاحمر متمثلا بميليشيا الحوثي اما ايران فردها لم يخرج عن السياق فقال وزير خارجيتها ان امريكا لن تنجح بالعقوبات كما انها ستندم على فعلتها ثم رفع الرئيس الايراني حسن روحاني النبرة بتوعده ببيع النفط رغما عن واشنطن وتحدي روحاني هذا لا يكاد يخرج من عبث فوكلاء طهران يحكمون قبضتهم على العراق ارضا وماء وسماء ويتولى حلفاؤها حراسة طول الحدود مع سوريا وصولا الى لبنان حيث حزب الله ثم يطلون على الخليج بنفوذهم الواسع في البصرة هذا فضلا عن امساكهم بناصية الحكومة فكيف سيضيق الخناق على ايران وبوابات العراق مفتوحة على مصرعها امامها لكن حتى حزمة العقوبات الجديدة يراها الكثيرون بلا انياب لا سياموا ان الولايات المتحدة استثنت عدة دول من العقوبات وليس من قبيل الصدفة ان تكون تلك الدول اهم المشترين للنفط الايراني كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية فكيف سترضخ ايران وتقلم مخالبها ان افرغت العقوبات من محتواها